بعد المباراة حصل أحداث بعد المباراة حدث منها هو الألفاظ لبعض الجماهير المتواجدة وإحنا قلنا أن بعد عودة الجماهير المفروض أن الجمهور اللي جاي ده معروف ده اسمه إيه بطاقته داخل إزاي واخد اللقاح كل حاجة أجماعة هنتكلم في النقطة دي نمر اتنين لما يكون في نشيد وطني كلنا اتعلمنا في المدارس بنقف تعظيم سلام ونستمع للنشيد الوطني وتحية جمهورية مصر العربية وبنقض نقول بلادي بلادي لكي حبي وفؤادي اللي معرفش كده لابد أن يعاقب لأن احنا لو سبنا الموضوع كده من البداية كبر طنش اللي بيأمن العقاب من آمن العقاب أساءة الأدب وبالتالي العقاب على الكل لو واحد من جمهور الزمالك عمل كده من جمهور الأهلي من جمهور المصري من جمهور الاتحاد من جمهور الإسماعيلي الكل يعاقب عايزين عدالة وده اللي أنا بطلبه من ربطة الأندية يد من حديد من البداية اللي يخطئ يعاقب اللي يتطاول يعاقب وده اللي هيودينا برضو لأي واحد بيخرج عن النص من اللعيبة أي واحد بيخرج عن النص من اللعيبة اللي يخرج عن النص يعاقب قولاً واحداً لكن تعالوا نشوف بعض الحالات كده اللي جات اللي أنا برضو استغربت من عدم عقابهم يعني عندك علي معلول علي معلول عمل احتفالات موسيقى فواحد يقول لك إيه ده بيحتفل عشان ابنه أصلي ابنه قاله بعمل لي كده وطلع لسانك يا بابا واقعد اعمل مطش تعمله ومطش ما تعملوش يعني الاحتفال إيه مش كل ما جيب جون لأ ده بمزاجي يمكن ابني كان نايم فإما يصحى أطلع لساني وأعمل كده وأعملها كده للعبت الزمالك وهو مش على الهوى كمان يعني ما يكون هو مش على الهوى يعني أروح للكاميرا أعملها وكمان لو ما فيش كاميرا ما حاجب يصورني أعملها لعبت الزمالك أعملها الجمهور الزمالك ده كلمة واحدة أقولها بس عشان الناس تفهم عبدالله جمعة عبدالله جمعة كسبنا بطولة مش كسبنا مطش كسبنا بطولة اسمها السوبر المصري في الإمارات وكانت اللعيبة مهرية شتيمة قبل المطش شتايم جماعية وكان كل واحد إما يتقال اسمه كان يتقال قبلها بليلة فاكرين تمام عبدالله جمعة جاب الجون جاب الجون جري جري حوليه الملعب جري 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 فجمهور النادي الأهلي وقف هنا هون فجمهور النادي الأهلي فقف هنا فعمل كده كسب كده خد ثلاث مطشاط خد ثلاث مباريات بيمشي كده بس عادي ولا راح مثلا عند الجمهور ولا عدل للتراك ولا أي حاجة وإحنا في بلد مش بلد يعني في إمارات وبتاع عمل كده بس كده كده بس راح كهربة جاي ضربه راح كهربة جاي ضربه راح واخد ثلاث مطشاط عشان إزاي يروح للجمهور ويستفز الجمهور هناك عيب تاخد ثلاث مباريات حازم إمام أربع مباريات شيكابالا عايز ينزل ثمان شهور ثمان مباريات لكن نيجي نقول لا والله إذا احتفال تعال نشوف معلول كده هو بيحتفل بالفوز وبكل هدف بيجيبه بيعمل إيه و مش عارف لجنة المسابقات حج عامر حسين رابطة الأندية يعني طلعت الوقوبات بص ده بيعمل الكاميرا وده أخذ بالك جمهور الزمالك فين جمهور الزمالك فين دي التالتة يمين ولا التالتة شمال إما جاب الجون إما راح عمل كده رجعوا لي تاني يا جماعة عشان بس هو الجمهور الزمالك فين جمهور الزمالك وراء أبو جبل وجمهور الأهلي وراء الشنة ما هو الدالتة شمال وال pad 끝나 التالتة يمين بص بص أدي أدي هو هي بيعملوا إيه أدي جمهور الزمالك عملوا زي ما زي ما عبدالله جمع عمل بالزبط زي ما عبدالله جمع عمل بالزبط ودع هو هو ما راجعا احتفال ما راحش الناحية التانية بص وبيعمل كده هو وبيعمل ده ده لابنه صح؟ ده لابنه يعني ده الاحتفال ايه دي؟ لابن علي معلول تمام؟ اه ده اللي حصل طيب يمكن علي معلول كمان ابنه قاله اما تبقى في السوبر يا بابا وجمهور الزمالك في الدربات الجزاء قاعد ورا ابو جبل فتروح تستفز جمهور الزمالك برضه فتعا نشوف برضه ماتش السوبر من سنة وشوية اما جاب ضربة الجزاء عمل ايه؟ هل عمل نفس الفعل ده؟ اهو اهو عمل اهو برضه اهو بيستفز جمهور الزمالك اهو يعني هدي برضه ايه؟ هدي علي معلول اللي لا يا جماعة ده ابنه ده طرع معمونة الشازلي وقال كلام ده يعني ده ابنه ده ماينفعش كده تمام؟ فيش مشكلة عمركو شفته عمركو شفته مجلس ادارة نادي الزمالك المواقع مواقع ها؟ بمختلف المجالس اللي فاتت كسبوا فرقة وطلعوا بيعملوا خمسة بيتصوروا مجلس ادارة مواقع ناس محترمة ناس مسؤولة طب سابوا ايه للمشجعين؟ سابوا ايه للمشجعين؟ هي الانتخابات تعمل اكتر من كده؟ ايه سابوا ايه للمشجعين؟ اما مجلس ادارة نادي مواقع يعمل كده ناس كلهم وظائف واماكن كبيرة في عملهم وناس بيترقصوا نادي كبير ما يطلعوا صورة زي دي ايه ده؟ ايه ده؟ ده لو مجلس ادارة الزمالك عمل كده اقسم بالله ده تبقى كارسة ده هيكون بيعملوا فتنة وبيعملوا اثارة ويزودوا التعصب ايه ده يا جماعة ده؟ يعني واي بقى والاعلاميين والقنوات الفئوية التانية والمحللين لكن انا لو عملت كده لابد ما نحنا نكلم لقبط الاعلاميين نقولهم خالد الغندور ده بيزود الفتنة يا جماعة خالد الغندور ده بيعمل لكن دول ما بيعملوش حاجة دول ما بيعملوش حاجة خالص دول طيبين ولاد حلال اشتركوا في القناة